اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتقدر تشغل الأجهزة المنزلية قبل ما نفهم هذا الشيء لازم نتناول مثل أبسط منه وهو سبلاي على الشمال وبالب على اليمين البالب خارج منها 2 wires وكمان السبلاي خارج منه 2 wires يطرى البالب دي هتنور دلوقتي الإجابة الواقعية لا اللي وضح عندي في الدياجرام اللي قدامي ان انا عندي half circuit منتج وهو اللي فيه الباتري وهو فيه البالب الواقع ان بهذا الشيء لا الباتري ليها فايدة ولا البالب ليها فايدة the bulb will not light because no electric circuit طب تعالوا نوصل توصيلة اللي هي باللون الأزرق يطرى البالب هتنور الإجابة برضو لا the bulb is still off because incomplete circuit السيركت مش كاملة عشان البالب تنور عن طريق الدعم اللي جاي لها من الباتري لازم تكون سيركت كاملة عشان يبقى دعم مستمر تعالوا نوصل التوصيلة اللي وضحت قدامي في الحالة دي بس الكورنت هيمشي في السيركت والبالب هتنور now the circuit is complete and the bulb lights تعالوا نشوفي ازاي ممكن الكتل او احد الاجهزة اللي في البيت ممكن يشتغل لما تحط الفيشة في الكوبس ده احد الاجهزة اللي عندي في البيت وهو كتل واللي واضح قدامي ده البلاك بتاعته او الفيشة طبعا منطقي جدا انه بيكون في وير خارج من الكتل وواصل بالفيشة قدام الفيشة في كوبس وفي power station تحت الارض او فوق الارض بتجهيزات معينة في cables واصلة من الكوبس ده للpower station الا على مسافات بعيدة من البيت بدون ما الفيشة تتحط في الكوبس الجهاز مش بيشتغل تعالوا نفصل السيركت اللي عندي من الكوبس للpower station في two wires اساسيا واحد منهم لونه red او brown واحد منهم لونه blue هنقول اسمقهم بعدين كذلك لو فصلنا التوصيلات اللي موجودة في الواير ما بين الفيشة والجهاز برضو في سلك تاني لونه red وفي سلك تاني لونه blue الكتل بالفيشة ده يعتبر half circuit الكوبس والpower station ده يعتبر half circuit بالنسبة لتشغيل الجهاز لا الpower station مفيد ولا الكتل هيشتغل لازم يحصل توصيلتين التوصيلتين دول زي اللي حصل في المثال اللي فات بالزبط والتوصيلة دي هتتم في المنطقة اللي ما بين البلوغ الفيشة والكوبس السوكت لما هندخل الفيشة في مكانها هايحصل التوصيلة وتكتمل السوكت الpower station بتدعمني بالالكتريسيتي من خلال الواير اللي لونه red وبيقفل السوكت معايا الواير اللي لونه blue back للpower station تاني الواير اللي لونه red أو brown اسمه live wire بينما الواير اللي بيقفل السوكت التاني ما بين الكتل والpower station واللي لونه ازرق اسمه neutral wire كده اصبحت سوكت مقفولة ما بين الpower station والكتل الpower station بيدعم بالكتريك انرجي والالكتريك كتل اللي بيعتبر مستهلك للالكتريك انرجي العنوان اللي بعده ان شاء الله وهو problems with mains electricity طبعا الماينز الالكريسيتي هي مقصود بها الكهربا المنزلية اللي بتجلنا من الpower stations السلبس عندي هنا بيفوكس قوي على مشكلتين بالتحديد وهي تناول طريقة حلهم المشكلة الاولى وهي ان اوقات ممكن الكهربا تعله لسبب او لاخر ممكن يجي large amount of current greater than normal اعلى من المستوى الطبيعي وتسبب damage افساد للاجهزة number one if current increases لو ال current زاد ودي مشكلة الى حد ما انا مليش ايد فيها ما اقدرش اتحكم فيها الا ان في مشكلة اخرى وفي الغالب بتكون نتجة عن سوق الاستخدام او سوق الصناعة ده شكل الكتل وده الكويل اللي هو الهيتنج element وده اللي بيجي بالالكتريك انرجي وده النيوترال وير اللي بيقفل السيركيت وبيكملها ايه المشكلة التانية المشكلة التانية انه هو هنا مع سوق الاستخدام او سوق الصناعة ممكن اللايف واير اللي جايلي بالالكتريسيتي ممكن يتشال من مكانه ويلمس الميتال كيسينج دي مشكلة في حد زادها لاني لو لمست الميتال كيسينج في هذه اللحظة اكيد هيحصل الالكتريك شوك وهنتكهرب فبيقول لي المشكلة التانية number two if live wire touches the metal casing تعالوا نناقش المشكلة الاولى ونشوف هنحلها ازاي دي السيركيت اللي قدامي وبتوضح ازاي الالكتريسيتي جاية من اللايف واير وبترجع تقفل السيركيت عن طريق النيوترال واير عند اللايف واير في البلاج الفيشة في اختراع اسمه الفيوز والدياجرام بيوضح لما كانه بالظبط فين ده الشكل الفعلي للفيوز الخط الرفيع الاحمر ده بيموسل سلك مصنوع من تن التن هو متل ازا هو كوندكتور وبيتميز بملتينج بوينت منخفضة فبالتالي لو الكهرباء عاليت عن حد معين السلك الرفيع ده بيبدأ يسخن فوق العادة وبيبدأ يحصل له ملتينج لما بيحصل له ملتينج بيطقطع والكرانت بيتوقف تماما بيقول لي فيوز كونتينز تن متل تن واير ذات ملتز وين كارنت انكريزز از ات هيت سب ده الوظيفة الفعلية للفيوز لو الكارنت علي يسخن ويملت ويقطع السيركيت طب فيه حاجة اسمها الفيوز فاليو بمعنى قد يكون الكتل هنا مثلا بيستوعب امونت معين من الكارنت بس لو استبدلنا الكتل ده بجهاز اخر مثلا زي التكييف مثلا او دفاية ممكن الفيوز ده ما يكونش مناسب عشان كده الفيوزز بيبقى ليها فيوز فاليو يعني ايه فيوز فاليو يعني اكبر كارنت ممكن يتحمله هذا الفيوز قبل ما ينصهر ويطقطع بيقولي فيوز فاليو طب ازاي بنختار الفيوز بتاعنا على اي اساس ممكن اشتري فيوز معين لجهاز معين بيقولي اللي الجهاز بتاعي بيعوزه الكتل ده فرضا بيشتغل بكارنت وليكن على سبيل الافتراض تلاتة امبير ما ينفعش احط له فيوز بقيمة تلاتة امبير وإلا هينصهر بمجرد مرور الكارنت امال بنختار الفيوز ازاي نختاره بقيمة اعلى قليلا من تلاتة امبير وليكن فيوز مثلا قيمته 5 امبير بيقولي وهاكذا بقيم مختلفة الفيوز بتصنع بقيم محددة لقيم الكارنت اللي هو ممكن يستوعبها طبعا بيوضح لي ازاي ان الاول كارنت اللي جاي من الباور ستيشن علي هيبدأ الفيوز يسخن فيحصل له ملتنج ويقطع فبالتالي زي ما احنا شايفين الكارنت اطع من السيركيت تماما ده كانت فكرة الفيوز وازاي بيحمي الاجهزة بتاعتي لو الالكتريك كارنت كان اعلى من اللازم